تخيل حالك ماشي بالشارع وشايف الناس حولك كل واحد منهم فقراء صيافطة مكتوبة عليها كيف رح يموت فكرة غريبة صح؟ طيب رح نحكي عنا بعد شوي هلأ خلونا نحكي شوي عن الموت يلي ما في مهرب منه الناس بيشوفوا الموت بطريقتين قصم منهم بيشتاقوا للموت وما بيخافوا منه مثل الأنبياء والأولياء وغيرهم وقصمتين بيخافوا من الموت وبيتهربوا منه طيب شو الأسباب يلي بتخلي الناس يخافوا من الموت؟ فيه ثلاث أسباب رئيسية السبب الأول الخوف من الفناء والعدم بعض الناس بفكروا إنه الموت هو النهاية خلونا نحكي شوي عن هالنقطة بيخلق الإنسان وبعيش عشرين، أربعين، ستين، أثمين، طيب مئة سنة وبالأخير حيموت بعدين بينتقل ليعيش بعالم البرزخ لحد ما تقوم لإيامي ساعتها يا بيروح على الجنة أو على النار شفتوا ما في فناء خلاصة الكلام الموت مش النهاية هو بواب بنعبر من خلالها من عالم لعالم تاني السبب التاني فقد الأحبة وفراءهم إيه ما حدا بينكر إنه الفراء صعب بس لي بيهون الموضوع إنه المؤمنين رح يجتمعوا مرة تانية بجنة الخلد السبب التالت الخوف من العقاب نحن يا جماعة الخير مقبلين على رب رحيم صحيح إنه كتير من ارتكب ذنوب ومعاصي بس الله بحب التوابين يعني طالما نروح بعدها بالجسد بيظل فينا نتوب قبل فوات الأوان إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به وبتعرفوا إنه في حديث بيقول ما من أهل بيت إلا وملك الموت يتصفحهم كل يوم خمسة مرات كرمال هيك لازم نكون مستعدين للقاء الله بأي لحظة كتير منكن رح يسأل حالو شو لازم أعمل لكون مستعد للقاء الله أنا رح إلكن وساعدكن في أمور أساسية من ضمنها الإمام بالله والرسول وأهل البيت والأنبياء إلى آخره عملوا الوجبات وتركوا المحرمات حقوق الناس ردوها وطلبوا المسامحة وبراءة الذمة وهلأ خلونا نرجع لفكرتنا الغريبة العجيبة عن جد تخيلوا إنه نعرف كيف رح نموت بس حتى لو عرفنا مش مهم المهم كيف رح تكون حياتنا بعد الموت وطبعا هالشي مرتبط بأعمالنا مثل ما ربنا بيقول بكتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ترجمة نانسي قنقر